Valley of the Wolves Palestine وادي أذياب فلسطين فيلم تركي يستند إلى حادثة حافلة الحرية التي كانت متوجهة إلى غزة ربيع العام 2010 واعترضتها فرقة كومندوس إسرائيلية مما أسفر عن مقتل تسعة أتراك كانوا على متنها المخرج يقول أن الهدف هو عرض المأساة الإنسانية في فلسطين الفيلم لا يستعرض قصة محارب يسعى للانتقام بل نحن نحاول أن نظهر للعالم ما يدور بين الإسرائيليين والفلسطينيين يوميا الفيلم يستكمل المسلسل التركي وادي الذئاب الذي بثه التلفزيون التركي وتسبب بأزمة ديبلوماسية بين تركيا وإسرائيل العام الماضي في هذا الفيلم يتوجه كومندو تركي إلى إسرائيل بهدف تصفية موشي بن ألي عزر الذي قاد العملية ضد قافلة الحرية نحن بالطبع نروي قصة مافي مرمرة لكننا في نفس الوقت نسلط الضوء على الأحداث الحالية والظلم المسيطر منذ خمسين عاما نحن نسعى لإطلاق سفارة إنذار ونستخدم بذلك نفس أسلحتهم نحن نعرف كم أن الناس التي تعيش في المنطقة تسيطر على وسائل الإعلام لسا قوي صفة رامبو المحارب ربما لكوننا نستخدم سلاحهم وهو وسائل الإعلام الفيلم لاقى بعد الاعتراض في بعض العواصم الأوروبية ومنع من العرد مؤقتا في ألمانيا حيث تزامن موعد عرده مع يوم إحياء ذكرى الهولوكوست